حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك حدثنا زهير حدثني سماك بن حرب حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال لا يخطى لجنة في نفسك شيء ضارعت فيه المصرانية حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يخطى لجنة في صدرك طعام ضارعت فيه المصرانية حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره وصف يحيى لأن على اليسر فوق المفصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيب تحدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن الهلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مواضع عن يمينه على شماله في الصلاة ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا شريك عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألته عن طعام النصارى فقال لا يخطى لجنة أو لا يحيي كن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية قال وكان ينصرف عن يساره وعن يمينه ويضع أحد يديه على الأخرى حدثنا أبو موسى محمد بن المثن حدثنا أبو داود عن شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلبن يحدث عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الصدقة قال لا يجي أن أحدكم بشات لها يعار يوم القيامة حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح حدثنا شريك عن سماك عن قبيصة بن الهلب عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يحيي كن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية قال ورأيته يضع أحد يديه على الأخرى قال ورأيته ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن شماله حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تحدثنا وكيع عن سفيانة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلبن عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى قال لا يخطى لجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غنظر عن شعبة عن سماك عن قبيصة بن هلبن عن أبيه قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شقيه حدثنا عبد الله حدثنا العباس بن الوليد النرسي وهناد بن السري قال ثنى أبو الأحواص عن سماك عن قبيصة بن هلبن عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن جانبيه جميعا عن يمينه وعن شماله حدثنا عثمان بن أبي شيبة تحدثنا أبو الأحواص عن سماك عن قبيصة بن هلبن عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن جانبيه جميعا عن يمينه وعن شماله حدثنا عثمان بن أبي شيبة تحدثنا أبو الأحواص عن سماك عن قبيصة بن هلبن عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف على جانبيه جميعا حدثنا محريز بن عوني بن أبي عوني حدثنا شريك عن سماك عن قبيصة بن هلبن عن أبيه رفعه قال كل ما ضارعت فيه النصرانية فلا يحي كنا في صدرك حدثنا عبد الله حدثنا أبو محمد مولى بن هاشمين يحي بن عبد ربه حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت قبيصة بن هلبن يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصدقة فقال لا يجي أن أحدكم بشات له رغاء قال يقول يصيح حدثنا يحي بن عبد ويه مولى بن هاشمين حدثنا شعبة عن سماك بن حربن عن قبيصة بن الهلب يحدث عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف على شقيه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حربن قال سمعت قبيصة بن الهلب يحدث عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شقيه حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت قبيصة بن هلبن يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة فقال لا يجي أن أحدكم بشات لها يعار حدثنا شعبة عن سماك بن حربن عن قبيصة بن هلبن الطائي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن شماله حنى حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حربن عن قبيصة بن هلبن الطائي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتله من الصلاة انفتله عن يمينه وعن شماله اشتركوا في القناة